نشوف اول حاجة بس هنعملها السمك اللي بالسبانخ والكاري سمك بالسبانخ والكاري عندي سمك فليه نص كيلو وعندي كمان كباية مشروم شرايح ونص كباية كريمة وفلفل آلوان وملح وعندي كمان فلفل اسود ومعلقة صغيرة كاري وعندي عصير اتنين لمونة واربع فاص طوم ومعلقة كبيرة دقيقة ونص كباية سبانخ هقول المقادير مرة كمان عندي نص كيلو سمك فليه وعندي كمان كباية مشروم شرايح ونص كباية كريمة وفلفل آلوان وملح وفلفل اسود ومعلقة صغيرة كاري وعصير اتنين لمونة واربع فاص طوم مفروم ومعلقة كبيرة دقيقة ونص كباية سبانخ تمام هنشوف كده هنعمل ايه واحدة واحدة مع بعد هحط بس طاصة كده او حلة اللي انا هشتغل بيها على النار تمام تسخن وبعدين هحط عليها شوية زيت تمام يبقى انا عندي طاصة سخنة هحط لها شوية زيت زي ما انتم شايفين كده وعندي طوم مفروم تحاولي مثلا اربع فصوص طوم خمس فصوص طوم اهو بالشكل ده كده تمام اهو تمام هديله تقليبة انا مش عايزة لون التوم يغير انا عايزة بس يعني ايه ياخد تشويحة كده وهنزل عليه بالفلفل الالوان معينا ام بوسي عليكم السلام ازايك الحمد لله حبيبتي وانت طيبة حبيبتي يا رب اريد اعرف من حضرتك حاجة فضالي الحاجة ازاي بتتعمل ازاي عينينا عيني يا حاضر صباح الفل يا ام بوسي حاضر يا حبيبتي يبقى احنا هنا حطينا اه شوية الزيت وحطينا كمان فلفل الوان وممكن طبعا فلفل حامي فلفل اخضر رومي برحيتكو خالص اهو انا عايزة تديهم شوية قلية كده في الزيت اللي انا عندي اللي موجود عندي تمام هحط المشروم مشروم فريش اي بقى كمية انا هنا مستخدمها حوالي كوباية اي كمية حابين نستخدمها حابين تشيله اضافة المشروم خالص عادي ممكن مفيش مشكلة بس هي بتديه طعم حلو قوي للسمك تغيير وطبق حلو كده ونغير شوية عن السمك المقلي السمك الفرن السمك السنجاري طبق خفيف قوي ويبقى حلو قوي لو مثلا حد عنده شغل اللي جاي بسرعة عايز يعمل اكله سريع مش تاخد وقت تاخدش عشر دقيقي كمان حتى في السوا فالموضوع سريع قوي معانا كريمة معانا كريمة من كفر الشيخ طب كريمة الخطة قطعم علي الشيخ كريمة حاولي تكلمينها تاني حفضل اشوح كده في المشروم عايزاي يتبل شوية يبقى حطيت ايه حطيت شوية زيت حطيت اه تلات اربعة حصوص طوم كده مفرومين وعليهم الفلفل سوا بقى الوان سوا اخضر براحيتكو خالص مفيش مشكله وبعد كده نزلت بالمشروم الفرش اضافت المشروم ممكن نشيلها لو مش حابينه هحط السبانخ عندي هنا سبانخ دي سبانخ اكياس من اللي هي المجمدة والله عندي سبانخ فرش هيبقى حلو جدا برضو هنقطعه ونحطه معاهم وشوح كل ده سبانخ مع الطوم والفلفل السبانخ عموا مع الطوم بتبقى حلوة جدا ومعاها بقى الفلفل والمشروم مش قادر اقول لكم بجد بيبقى حلوة قويا تمام كله تشويحة والطوسة تبقى سخنة عندي هتساعدني كثير قويا هرش عليها رش دقيق رشة كده بالشكل ده حوالي معلقة معنا استاذ ايمن بورسعيد عليكم السلام عليكم السلام ازاي حضرتك مرسيل حضرتك مرسيل حضرتك مرسيل حضرتك جوزت قناة الحياة راونك بالصبقات الماكلات الجميلة اللي حضرتك جميلة الله يخليك والله ده متابعيتك وهي اللي بتخلينا دايما للاحسن ربنا يخليك مرسيل حضرتك انا طبعا انت عارف ان بورسعيد دي البلد بقولها السمك طبعا طبعا اكيد فكنت عايز يعني صراحة مبتكرة بها من حضرتك جميعي انك انت حضرتك بروفشة انا متاعي الصراحة ده مبتكرة غير المعتاد يعني غير المعتاد اللي بناكله كل يوم لايه للسمك ولا لايه اه للاتماك طبعا انه السمك ده بناكله كل يوم طبعا غدوا عشب تقريبا وفيش احلى بالسمك عموما طبعا حاضر 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 يا استاذ ايمن بص يا دي طريقة برضو مختلفة شوية لو عندنا سمك في ليه نقدر نعمله وهقول برضو يعني انا دايما بحاول اعمل طرق سمك مختلفة شوية عن اللي احنا متعودين عليها ودي مثلا من الاطباق اللي احنا ممكن نعملها كتغيير يعني انا حطيت ايه حطيت ملح وفلفل وانا بكلمة استاذ ايمن وحطيت معلقة كده تمام اهو بالشكل ده كده هحط عصير لمون بالشكل ده واحط السمك عندي سمك في ليه مع الطعام وكعبات بالشكل ده كده اي نوع سمك في ليه وهديله تشويحة واحدة كده مش اكتر من كده مع الخليط اللي انا حطاه وبعدين هنزل احط الكريمة بتاعتي واسيبه يغلي غلوتين يعني انا هقلبه كده تقليبة بالشكل ده كده تمام اهو واحط على طول الكريمة احط بس شوية مية كده كمان معاهم ونعيد تاني عملنا ايه كده واسيبه يغلي غلوة كده دعاء صباح الفل دعاء سلام عليكم عليكم السلام يا حبيبتي ازايك الله يخليك الحمد الله فضالي يا جميلة اه بعد قزمك انا كنت عايز اكلمش في اسمام انا معاك يا هو انت على الهوى والله فضالي يا حبيبتي اه بقولك انا بحبك جدا انت زي العسل تسلميلي يا حبيبتي مرسي يا ضعاء الله يبذكر اوي اه بووت فيتي مرسي يا ضعاء من اول مرة شفت فيها فرنزوس بحبك حب لا تتخياني ربنا يخليك يا ضعاء والله ايه الكلام الحلو ده دا يتي عسل 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 انا رب حيوميين عدلي حبيبتي والله ده كلام جميل بانت تسجيلك حلقاتك اه مجنونة بيتي بجد والله ربنا يخليك تسلميلي ايه الكلام الحلو ده اه والله او الله مرحه فيش حاجة اقولها بعد الكلام الحلو ده اه والله انت بوسي شكلك حالو وعسولة واجمل حاجه بقى انك انت بتعلمي اه كنت بخاف من اللعجين المعجنات يعني ودلوقتي ايه فين بقى السور بقى دعاء فين بقى السور يا دعاء بصي انا صورت بس معرفش ادخل على الصفحة بتاعتك على الفيز بصي صفحة شف اسماء مسلم هنعرضها ايه قدامك على الشاشة هتنزل ادخلي تابعينا دايما بنعرض كمان الفقرات هتعمل ايه لو حابة تشترك معنا بفقرة من الفقرات يعني يبقى فيه تفاعل كده ما بيننا وما بين بعض على الصفحة واحنا دايما حتى الاسئلة والحاجات اللي بتتلب منها بننفذها دايما في الحلقات عندنا مرسي قوي دعاء جدا 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 ربنا يخليك يا حبيبتي معلش هسألك بس السؤال الازازة اللي كانت الازازة اللي حضرتها في الفرخة اللي بتتشوي في الفرن الازازة نفسها بصي اي ازازة اي ازازة ازاز اه بتاعت حاجة ساقة ينفع تستخدميها او في حاجة تانية دعاء عارفة فيه عند الادوات المنزلية في حاجة ستالس كده طالعة جديدة بقاعدة ورخيصة جدا مش عارفة بعشرين جنيه او حاجة كده بقاعدة كده وطالع منها زي عمود كده بنحط الفرخة فيه وبنسويها ستالس كده او الامونيوم يعني حاجة الماتيريا اللي هي الستالس فبدارده بتبقى حلوة جدا معمولة مخصوص للفرخة المشوية مش عارفة بتبقى عشرين جنيه خمسة وعشرين جنيه وبتغسليها وتستخدميها تاني بتبقى حلوة قوي يعني لو حب برضو تعمليه لكن الازاز اي ازازة بتاعت حاجة ساقعة تنفع معي مفيش مشكلة خالص ما تقلقيش خالص منه مرسيه دعاء على المكالمة الحلوة دي ويعني وبجد يعني عطيني طاقة ايجابية كده فضيعة يعني مرسيه قوي حببتي على مكالمتك دي انا كان بحبوكو جدا بجد ومرسيه لكل الناس اللي بتقولي الكلام الحلو حتى على الصفحة او على التليفون بجد بتدونا طاقة ايجابية نحنا نعمل لكو اكتر واكتر ودايما كده عندي حص نظنوكو يا رب اكيد طبعا لا حتى فعلا لو في حاجة مثلا مش مظبوطة معاك وعملتوا حاجة مثلا وحاسين ان هي ما طلعتش حلوة قوي انا حابة تقولولي كل حاجة حتى لو في حاجة بازت مثلا او ما زبطتش لا نظبطها ونقول ايه المشكلة اللي كان فيها او يعني ما عنديش مشكلة حتى تعلقوا تعليق مش حلوة او حاجة بطريقة سلبية ما عنديش مشكلة خالص بنشتغل ليكم ودايما بكون عايزاكو مبسوطين ومرتحين ومطلعين نتيجة احسن نتيجة النتيجة اللي هي ترديك وتردي البيت عندكم فما عنديش مشكلة خالص حتى التعليقات السلبية انا ما عنديش مشكلة نستقبلها المهم في الاخر نعمل حاجة حلوة معينا يا رحمة ازايك يا رحمة ازايك يا رحمة عاملة ايه ازايك يا سيف عسمان تعمل ايه الحمد لله يا حبيبتي تمام كله زي الفول كل سنة وانت طيبة وانت طيبة حبيبتي ما علش عايز اعرف طريقة كيكة الشوكولاتة والكريمة عناية حاضر كيكة الشوكولات أو الفانيلي كم اصدق behaviour او الكريمة انا انت بتزوائي بها الكيك هيه رحمة يا رحمة اه يسوف امام عايزة كيكة الشوكولاتة والفانيليا او اللي عايزة لصنا الاستط grenade حاضر يا رحمة حاضر يا حبيبتي ها جاوب этامام نمام هنقول سريعا عملنا ايه بس تاني في السمك بتاعنا السمك بتاعنا حطينا شوية زيت وبعد كده نزلنا بالتوم المفروم شوحناه تشويحة من غير ما يلون وبعد كده حطينا عليه فلفل الوان والفلفل الوان قولنا ممكن نشيله نحط فلفل اخضر نحط فلفل حامي او رومي براحتنا خالص وبعد كده حطينا عليه المشروم دبل شوية حطينا بعد كده السبانخ سواء فرش سواء مجمدة ومحطينا ملح وفلفل ومعلاقة كاري ما حطيتش توابل اكتر من كده لان الكاري وعايزة يعني كل الاطعم دي تطلع معايا فمش عايزة توابل كتير تغلي طعم الطبق في حتة تانية خالص فبعد كده قلبت السمك معاهم وحطيت عليه نص كبات الكريمة ونص كبات مية بس ايه حركتهم يا دوب هيغلو غلوة هيبقوا بالشكل ده كده وتمام جدا بالنسبالي السمك مش هياخد سواء تماما انا كده بالنسبالي السمك استوى وبقى زي الفل مش محتاج سواء خالص اكتر من كده يعني السمك في ليه يا دوب خمس دايق على النار وكده تمام جدا واستوى ممكن الطبق يا هاني بعد اذنك نقدمه مش محتاج اكتر من كده شكرا طبق سريع حلوة قوي للناس اللي هي بتشتغل اللي هي عايزة تيجي دايما البيت وتعمل حاجة سريعة كده بعد الشغل حلوة قوي يعني مع الطبق بقى رز ممكن ابيض او حاجة تبقى متاج جميلة شايفين اهو السمك مستوي وتمام مش محتاج اكتر من كده بياخدش سواء خالص الفل ايه مش ما يتريش مني نعمله بقى مع شوية رز ابيض كده او حاجة وهيبقى تمام جدا مش محتاجين اكتر من كده تمام ماشي اهو بص الشكل ده كده هنضف الطبق اهو وزعو يعني خلاص خلصنا اكله في عشر دقيق دخلنا عملنا شوية السمك اللي بالسبانخ والكاري وكمان عملنا معاهم ممكن شوية رز ابيض كده وجنبيهم سلطة او حاجة اهو مش محتاج اصلا سلطة الطبق فيه سوس وفيه سمك وفيه خضار وحاجات حلوة والوان والكلام ده كله مش محتاج حاجة خالص اكتر من احنا شوية رز كده جنبه وناكل من ده على ده وخلاص على كده عملنا غدا سريع اشتركوا في القناة